زي ما سمعنا في الفقر اللي فاتت من فاضلة الشيخ الحديث النبوي الشريف قالها واضحة وصريحة لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب يعني ما ينفعش حد يتقدم لوحدة مخطوبة إلا لو فسخت خطوبتها تعالوا كده نسهلها ونبسطها أو خطبها سبها أهل مروة عايزين يتعاملوا مع خطبها الحالي على إنه استبني يعني يخلوا واحد تاني ييجي يتقدم لها وتقعد معاه ولو حصل قبول يقولوا لخطيبك ساعتها كل شيء اسمه ونصيب يا ابني وتفضل حكتك أهي إحنا لأس محترم أودني لك حكتك يا شيخ ولو ما حصلش يبقى ولا من شاف ولا من دري وتفضلي كده مكملة خطبتك زي ما أنت مش اللي أحسن منه يا بنتي ده احتمال مش بقول ده أكيد بس تبقى مصيبة لو كده الاحتمال التاني إنهم يقصدوا إن هي تسيب خطيبها من دلوقتي بعد ما تقلع دبلته تشوف نصيبها مع التاني النقطة دي ما كانتش واضحة مش واضحة في رسالتك يا مروة فأنا مش عارفة رد عليك في الحتة دي بس تعالين فكر في الموضوع من الناحيتين في حالة إن أهلك عايزين العريس الجديد ده يجي يتقدم لك وإنتي لسه مخطوبة وخطيبك ما يعرفش طب لحد ما يشوفه إن أنت هتوافق على العريس الجديد ده ولا لأ ده كلام ضد الشارع ماما وضد الضمير وفي الحالة دي لازم ترفضي أوعي تعملي كده عشان ما تعرفيش كما تو دين تو دان لإن الدين والأصول بيقولوا إن إحنا ما نفتحش الباب لحد جديد غير لما نكون قفلنا الصفحة القديمة إحنا مش بنتعرف إحنا مخطوبين أما لو أهلك عايزينك تسيبي خطيبك عشان شايفينه ومش قد المسئولية فهنا الموضوع فيه كلام كتير تعالين فكر مع بعض بصوات عالية بس أنت بس اللي هتقدر يتاخد قرار لما تجاوبي على الأسئلة اللي هسألهلك يلا بينا أول سؤال يا ستي يا طرى خطيبك الحالي مشكلتكم مع بعض مجرد مشكلة مادية وبس ولا هو كشخص اكتشفتي بعد ما ارتبطتي بيه وحبتي زي ما بتقولي إن طبعه صعب وفيه عيوب تخليكي قلقانة إن أنت تكاملي معاه طب هل فعلا هو مش قد المسئولية طب مش هيحافظ عليك طب عايزك ولا مش عايزك طب هيسعدك ولا مش هيسعدك طب أنت عايزاه ولا مش عايزاه عشان تعرفي توصلي لقرار سليم أنت محتاجة لقعدة صراحة مع خطيبك بس تكون صراحة محسوبة خلي بالك الوضع صعب وأعصابه متوترة وهتلاقيه مضغوط وكل رجالة مضغوطين مش هتلاقيه مضغوط أو ما تكلمي جد يقولك أنا مضغوط فهو عرحوطيه إن هو مضغوط تعودي معاه كده بس مش هتقوليه فيه حد ما تقدملي أنت اللي عملت كده يبقى أنت أصلا لو فتحتي الباب أو بتفكري يبقى باي باي حلوة مش عايزك عشان تكوني واثقة أنت هتعرفي تكملي معاه ولا لا أتعودي وتفكري معاه هتعرفي تستحمليه ويستحملك وإذا كانت مشكلته مادية بس فالمشاكل المادية مش بتدوم خاصة مع واحد مكتهد وبيسعى زيه وإذا كانت مشكلة مشروع خسر يا شيخة هيجي بعده مشروع ويكسب وهيحصل حاجات كتير هنا بقى من حقه عليك أن أنت توفي جنبه إذا كنت فعلا بتحبيه وعارف أنه بيحبك لكن لو كانت يا مروة الأزمة أزمة الطباع وطريق التعامل وأنه كل ما هيخسر أو هيحصل دروب في حياتنا هتعملني وحش أو تقل مني أو تب مش عايز تشوفني أو تكلمني أنا عندي مشكلة أنت ساعتها اللي هتكوني محتاجة تقرري هتقدري تتحملي التغيير اللي حصل في شخصيته طب الأسلوب الجديد اللي هو عملية عاملك بيه ولا الوضع ده شوية وهيروح ولا هيستمر وسيعتك هتتعابي قدام كل ما قدرتك جاوبي على الأسئلة دي كل ما قدرتك توصلي للقرار الصح أنا عمري ما هقولك تعملي إيه لأنه خلي بالك كلنا كتير بننصح بعض أنا ما يفعش أحط نفسي مكانك وأنا مش عايش حياتك بس ممكن أفكر معاك لأنه قرار قرارك لما بتبعتوننا هنا بتقواصقين لأنه إحنا نقول يرضي ضمرنا ونبنا مش هنعمل حاجة تخالف ضمرنا فإحنا بنفكر معاك بس لو قرارت إنك تكملي عايز أقولك على خمس نصايح ممكن تعمليها نصايحك تطاريتها كان مقال مكتوب كده موجهة لكل بنت مخطوبة تتعاملي معاك زيه أي واحد عايزة تكسب خطبها تتعامل معاك زيه بيلك أول حاجة لازم تهتمي بيه بشكل زكي اللي هو مفوش مبلغة وأسئلة كتير على قد ما فيه مشاعر وحب وعب والأجمل من ده كله الاهتمام اللي بيبان في كلامك معاه الاهتمام اللي بيبان في الأفعال تاني نقطة ما تتكلميش معاه عن الماضي ما تسألوش عن الماضي يا جماعة سواء الماضي الخاص بيكي أو الماضي الخاص بيه عشان ما حدش فيكم يقع في دائرة الشك دحكت يعني قلبها مال لو أقولي كنت بتحب مين قابلي فهو يقولك فتوا يتزلي بيها بلاش تالت نقطة بقى حاولي تكسبي أهله كلمة السر في أهله كلنا عارفين قد إيه الأهل ليهم عامل كبير في نجاح أي علاقة ده غير إن علاقتك بيهم هتديكي مؤشر مهم جدا لشكل العلاقة معاك أنت قدام وأتوضح لك تفاصيل كتير رابع نقطة خليكي زكية الرجالة بيحبوا ببنت الزكية اللي تحسسهم إن الدماغة شغالة وبتساعده إنه ياخد قراراته أي نعم شفناهم كتير في رجالة كتير قوي بتخاف من الستة الزكية جدا يجري بس ده لو هي حسسته إن الزكاء ده ممكن يبقى ضده أو إن أنا ممكن أشغل دماغي عليك مش معاك إحنا مع بعض مش على بعض لكن لو واريته إن الزكاء ده يبقى لصالح حياتهم واتعرف تاخد قراراته وتبقى أم نصحة وزكية ما هيصدق يا مرحب يا مرحب خامس وآخر نصيحة ودي ما بقتش موجودة كتير ما بقتش أشوفها حتى في وسط صحابي متجاوزين الاحترام الاحترام هي الصفة الأساسية اللي مستحيل يتنازل عنها أي راجل الراجل بيحب الستة اللي معاه تحترمه قدام الناس وتحترمه بينها وبينه وتحسسه بقيمته أوه ممكن نهزر كلمة كلمتين قدام الناس لأ حتى لو هي مش متفقة معاه في النقاش لازم على الأقل تحترم اختلافه هي مش مجدلة هي مش خنائة يعني ما تجدلوش بشكل استفزاز يترمي كلمة ملهاش لازمة حسسيه دايما برجلته والراجل يحب يحسنه أساسي دراجل كده يقعد يسمع الكلام الحلو وسمعتي كمان كلام إكرام ونصايحها في الفقرة اللي فاتت وسمعتي كمان الأسئلة اللي طلبت منك أن أنت تجاو بيها في الفقرة دي واثقة أنك هتوصلي للقرار السليم أنا عايز أقولك على حاجة ويمكن تبقى شهدتي مجروحة ويمكن أهلي ما بيحبونيش أتكلم في الموضوع ده كتير عشان بيقولوا لي ممكن تبقى شهدتك مجروحة أن أنت قاعدة لـ 35 سنة وما تجوزتيش فيفتكروا أن أنت بتحرضي البنات الناس اللي فاكرة أن أنا بقى strong independent woman أنه بقولكوا ما تتجوزوشو كلام الفاضي ده ده اسمه كلام فاضي يا تتجوزي صح يا ما تتجوزيش أنا ملاقيتش الصح أنت مثلا منع جواز الصالونات لا أنا بنزل جواز الصالونات هتصدقي تبقى موزيعة وبتروح جواز الصالونات وما عنديش مشاكل عشان ما يجيش حد في الآخر يقول لي لا أنا عندي fear of commitment يا حرام بيخاف من الارتباط أو هو مش عايز يرتبط فيبقى أهله عارفين وأهلي عارفين وأسرنا الطريق أنت مش بتأخرة لما بتقولي 29 سنة ولسه ما تجوزتش تأخرتي على إيه بتعفيني قعدت أفكر كده مرة بدأت أقول إيه والحمد لله يا رب والله هم بارك ودمها نعم عندي في البيت محدش بيزن ومحدش بيضغط علي أنا لازم أختار صح لأيت أن عمل أفكر أقول إيه أنا خايفة أبقى أم كبيرة هتصدقي يا مرة كده عادت زعلت مع نفسي كده قلت يعني أنا أبقى رايحة وديهم الحضانة وللمدرسة وكل أم مثلا في العشرينيات وأنا في التلاتينات أو دخلة في الاربعين هيصعب علي أن أنا معرفتش عايش معهم كتير واجري واتنطط ولعب لقيت حاجة مكتوبة على الفيسبوك عجبتني قوي إن إحنا مش متأخرين على حاجة في ناس اتجوزت واتطلقت وناس خلفت بدري وبعد ما خلفت وكبر وفي حفلة تخرج اتوفى وناس خلفت وأحسن خلفة ولقدر الله حصل لها حاجة محدش فينا متأخر على حاجة اللي ربنا كاتبه هيكون إحنا علينا إن إحنا نسعوا بس إن أنا موقفش رزقي إن أنا أدعي أصلي استخارة أصفي النية أطلب منه بجد زوج صالح ما هو الدنيا مش كلها جواز الرزق بيجي متقسم القراريت اللي توزعت عليك متقسمة بتاعت ربنا هعود أقول لا طب أنا ممكن لاتي بأ أم كبيرة في واحدة تانية مكاني ممكن تبقى لقدر الله يا حبيبتي ربنا يشفيها ويعفيها قاعد على كرسي متحرك وشتعف تجري معاه أنا ممكن ربنا يديني صحا يقدر أجري معاه وأجري حواليه محدش عارف الخير فين مش حاجة اسمها ما عملتش حاجة طول عمري مش حاجة اسمها فنيت عمري في الشغل مش حاجة اسمها ضيعت كل اللي عملته بإن أنا قاعدة وبدور وما لقيتش محدش فينا متأخر على حاجة هي بتوقيتات ربنا اهدي وقرضي مش فرقة واللي كاتبه هيكون بيديكي أشياء نقصة تكتمل برضاكي في تكري الجملة دي أنا أحلى حاجة مش اللي في إيدي أنا أحلى حاجة بتاعتي عشان أنا بحبها مش عشان هي مكتملة في كل حاجة أو كاملة الكمال لله وحده فكري واختاري بس تبي قد قرارك عشان عايزة أقولك على حاجة القطر اللي هتركبين ديماً بفكر في كده أنا بنزل من تاني أو تالت محطة تاني أو تالت أسبوع ما بقولش إن ده صح ما بقولش إن أنا قاعدة أبداً بس أنا بقولك أنا عملت كده لأنه كل ما طولت وانا ركب القطر تامى أن الرجوع غالي قوي تامى أن الرجوع ممكن يبقى في النص كتب كتاب واتطلق أو يبقى جوازة واتطلق أو معاي عيال واتطلق لو أنا غلط هرجع من أول محطة أنا بفكر معاكي كسالي بفكر معاكي بقلبي بقولك لو أنت أختي صغيرة هقولك عملي واحد اتنين تلاتة ما حدش فينا متأخر على حاجة أبداً هستنى منك رسالة جديدة تطمنيني فيها عملت إيه وهستنى من كل وسمعوا قصة مروة يقولون هتعملوا إيه اختارتي جوزك إزاي بقلبك ولا بعقلك طب اختيارك كان صح ولا ما كانش صح عمرك حسيت أن أنت متأخرة عمرك حسيت أن أنت اللي أنت عماتي دا كله كان لازم يجي بدري أو متأخر ابعتلنا على كل السوشال ميديا بتاعتنا وهستنىكم في حلقة جديدة قصة تانية بأبطال تانين في قصة حقيقية باي باي